اهلا بكم لتحقيق مكاسب أكبر لكل طرف على حساب الطرف الآخر ولإكمال عملية السيطرة هذه كان لابد من تمزيق المجتمع العراقي إلى كيانات طائفية وعرقية فكان الدستور الحالي الذي أخذ على عاتقه تنظيم العملية السياسية وليكون سندها القانوني النظم لها ومن جنسها وثمت إجماع من متابعي الشأن العراقي أن ليس ثمت أي تبديل تبدل أو تغيير في أفق ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وأن الشعب العراقي سيجد نفسه مرة أخرى أمام برلمان وحكومة طائفية ضعيفة ترعى مصالح الأطراف الدولية والإقليمية الرعي لها وستبقيه حبيسا لعلل العملية السياسية المزمنة المستمرة منذ خمس عشرة سنة نظرة الرأي العام في العراق للانتخابات التشريعية المقبلة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية هل سيكون بإمكان الانتخابات التشريعية القادمة إحداث أي تغيير في الوضع العراق الحالي وهل بات الرأي العام في العراق على قناعة راسخة أن الانتخابات البرلمانية المتوالية هي ضرب من العبث السياسي ليس إلا وهل سيكون بإمكان الملتحقين الجدد بالعملية السياسية تقديم أي شيء مختلف عن موروث الاحتلال السياسي القائم في العراق منذ 2003 وكيف يعد من ألحق بالعملية السياسية حديثا بالتغيير وهو الذي قبل بشروطها وأسسها وقواعد لعبتها التحاصصية ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني فاروق يوسف شاه القرداري أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في نظرة الرأي العام العراقي إلى الانتخابات البرلمانية ضيوف الطاولة رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي والدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام وسيكون معنا عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي فاروق يوسف ومعنا أيضا الكاتب والباحث السياسي شاه القرداغي من اسطنبول عبر الهاتف مرحبا بالضيوف الكرام جميعا إياكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور هناك انتخابات ستجري في شهر آيار من العام 2018 هذه السنة طبعا انتخابات برلمانية هل تمت ما يغري في هذه الانتخابات يغري الرأي العام والمجتمع في العراق والشعب العراقي لتوجه المشاركة في هذه الانتخابات بمعنى ثمتها إنجازات يعني جرت في المرحلة السابقة وبالتالي لا بد من إكمال هذه المسيرة التي بدأت وبالتالي هذا ما يقال للشعب العراقي أن هناك إنجازات يجب أن تكمل وهناك أيضا وعود بالتغيير في المشهد السياسي في العراق بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد أولا يجب القول من البداية أن الانتخابات لا تعني الديمقراطية هناك الكثير يخلط بين المفهومين يختصر الديمقراطية بالانتخابات الديمقراطية مفهوم واسع جزء منه مفردة من مفرداتها هي الانتخابات لكن الانتخابات وحدها لا تشكل مفهوم الديمقراطية أو لا تمثل مفهوم الديمقراطية هذا أولا ثانيا عندما تختار الدول تحدث أنت عن منجزات هناك برامج تطرحها حساب حكومات وتنفذ هذه البرامج وتأتي الانتخابات بعد أربع سنوات بعد سبع سنوات ما هي المدة اللي يحددها أي دستور في أي بلد تكون المنجزات يكون حساب حول ما تم إنجازه وما بقي من خططه وما هي الخطط الجديدة لأعوام القادمة من 15 سنة من عام 2003 ونحن الآن في عام 2018 جرت أكثر من عملية انتخابات ما يسمى عملية انتخابات بغض النظر يعني أن لا تحدث أساسا عملية سياسية غير شرعية وانتخابات غير شرعية جرت من أول انتخابات في ظل الاحتلال وأول انتخابات جرت بإشارة من بوش الرئيس الأمريكي يعني حتى موعدها حدده هو بنفسه وجرت الانتخابات بغض النظر عن هذا الموضوع لكن تجارب كل هذه الانتخابات وصولا للانتخابات ما يسمونه الانتخابات القادمة بعد يعني في شهر الخامس القادم كما يعني أعلن ذلك ما الذي تحقق في العراق أو ما الذي تغير نفس القوى نفس الأحزاب نفس الشخص الذين دخلوا في أول انتخابات ما زالوا هم الحاكمين هم الذين يسيطرون على المشهد السياسي في العراق منذ اللحظة الأولى لحد الآن لكن الظروف تغير الدكتور الظروف الآن ليست كما الظروف في عام 2005 وما بعدها الظروف الآن أسوأ نحن العراق يوم بعد يوم التحدي الأكبر الذي كان أمام الانتخابات في السنوات السابقة كان ما يسمى بالإرهاب الآن الإرهاب الحكومة أعلت الانتصار على الإرهاب انتهت من قضية الإرهاب الآن هي بصرد الذهاب إلى التنمية إلى العمران إلى البناء إلى القضاء الفساد نعم الإرهاب قالوا في عام 2014 دخل داعش والإرهاب قبل هذه السنوات لم يكن هناك إرهابا ولو كان هناك إرهابا هم يقولون أن المحافظات الجنوبية كلها لم يكن هناك فيها إرهاب من جنوب بغداد وصولا إلى البصرة نعم لماذا حالها بائس لماذا نسبة الفقر أكثر من 60% لماذا الأمية 8 ملايين أمي لماذا المخدرات قد سكنت العراق وصار العراق بلدا مصدرا ومستعملا للمخدرات بشكل واسع جدا وربما هذه المناطق دكتور لا تقل بؤسا على المناطق التي كانت الساحات نعم لماذا الأمية لماذا الخراب لماذا المستشفى واحد في هذه المحافظات لم تبنى مدرسة واحدة لم تبنى الأمية زادت لماذا الخراب لماذا يخرجون في تظاهرات مطالبين بالكهرباء بالماء الصالح للشرب 85% من العراقيين وبالذات في الجنوب لا يحصلون على الماء الصالح للشرب هذه مدينة البصرة اللي قالها يقولون عن نفسهم وهي الواقع يقولون نحن من يصدر النفط من يأتي بالأموال للعراق كله انظر وضعها نعم شاهد بيوت الصفيح بيوت الفقراء الشوارع كيف حالها الخدمات ما هي مستواها في كل المحافظات هذا كل محسوب على هذه القوى السياسية التي تقول أن الشعب انتخبنا هذه كارثة كبيرة في طوال هذه السنوات كنا نقول أنهم في حالة تدوير للنفايات إعادة تدوير النفايات في هذه السنة في هذه الانتخابات هناك مفارقة يعني واضحة جدا جدا لم يعد يستحوا يعني ما عاد هذا الموضوع يخجلهم يعني قبلها انتخابات سابقة كانوا يغيرون الوجوه مقاعد تذهب إلى الأمام والبعض يذهب إلى الخلف يغيرونه بالمقاعد في هذه الانتخابات نفس الوجوه نفس الأشكال نفس الأحزاب نفس يطرحون نفسهم كما هم مجرد ربما بس عنوين أحزاب عنوين تشكيلات وتحالفات غيروه الآن يدخلون نفس الوجوه لا يستحون حتى يعني ليس هناك محاولة لتدوير هذه النفايات واخراجها بشكل جديد لكي يخدعوا الشعب العراقي سنتحدث دكتور عن قضية يعني تغيير الجلود السياسية بشعارات ولافتات مدنية وطنية عابرة للطائفية والعرقية هل ستكون مقنعة للرأي نتحدث عن دكتور عبد الحميد العاني كما ذكرنا طبقة سياسية تعكزت كثيرا على قضية الإرهاب أنها شماعة وأنها حجة كانت تقول شركاء العملية السياسية يقولون أنهم متفرغون للتخلص من الإرهاب عملية الإرهاب الإرهاب استنزف في الدولة الآن الحكومة أو الحكومة أعلنت الانتصار على الإرهاب داعش كما تقول انتهت هل هذه الحجج مقنعة للناس ليعطى فرصة أخرى والتوجه للمشاركة على اعتبار أن الظروف الآن مختلفة وليست كما كانت في السابق بسم الله الرحمن الرحيم يعني مثلما ذكر الدكتور قبل قليل أن ظروف اليوم هي أسوأ مما سبقه نتحدث أسوأ بالنسبة للناس لأن الناخب المواطن هو الغاية من هذه من أي عملية انتخابية المنتخب الحكومات التي تختار هي وسيلة لخدمة الناس طبعا في العراق كل المفاهيم مقلوب وكل المصطلحات هي ضد ما يجب أن يكون الظروف اليوم هي أسوأ من كل ما مر لأن الناخبين يعني الناس اليوم هم أغلبهم نازحين أو عادوا إلى مدن مدمرة السلطة تقول أن الظروف الحالية هي نتيجة عرضية لمرحلة الإرهاب الطويلة في العراق بل هي نتيجة متعمدة ومقصودة وهذا مثبت بشواهد من تصريحات هؤلاء الذين توعدوا الناس بهذه النتائج التي حصلت اليوم وبالتالي هذه الشماعة التي ذكروها أكثر من مرة شماعة الإرهاب هي ذكرت سابقا أكثر من مرة وبأكثر من شكل ولن يعتجزوا عن إيجاد أيضا شماعة أخرى في المستقبل للتعكز عليها وللقاء هذا الفشل الذي هو طبعا ليس فشل مما سبع يعني نقول فشل حينما يكون إنسان يريد أن يعمل شيئا لكنه ربما لا يستطيع لكنهم لا يريدون هم يريدون شيء يريدون تثبيت هذه الكراسي والمقاعد وتثبيت مشروعهم مشروع الدولي الدول المحتلة وثانيا هم لمصالحهم الخاصة ما يجنونه من أموال من عقود ومن غيرها ومن نهب هذه الثروات هذا الذي يريدونه وبالتالي هم لن يعجزوا عن إيجاد شماعة أخرى ثانيا الإرهاب اليوم الذي هو طبعا ذكرنا تكلمنا سابقا عن الإرهاب وتعمدهم في عدم إيجاد تعريف له الإرهاب اليوم انتقل إلى داخل هذه الحكومة وهي عبر الميليشيات التي أصبحت جزءا من هذه العملية الانتخابية التي تحالف معها ويستذكر في هذا السياق ما قال وزير الداخلية من بدر من أن الحكومة كانت تسمح لعناصر إرهابية بالتفجير في مناطق سكنية وكانت تدفع أجور السيارات تنقل المتفجرات في مرحلة سابقة فإذا كنا نتحدث عن الإرهاب الذي هو يستهدف المواطن لا يزال المواطن هو اليوم فاقدا للأمني ويعيش في رعب فضلا عن المساوى الأخرى التي فقدها من البنية التحتية من انعدام التعليم الصحة النزول الأتحت خط الفقر إلى كل أنواع المساوى التي يعيش هذا المواطن هي مستمرة وبالتالي لن يجني هذا المواطن شيئا وستستمر هذه الشماعات والإرهاب سيستمر شماعة لأنه ستوجد ستولد بعد ذلك شماعات أخرى ومظاهر جديدة توقع لها الحديث الآن من قبل الحكومة بعد عملية الانتصار على الإرهاب عسكريا الحديث عن خلايا الإرهاب خلايا الذئاب المنفردة وهذه العمليات الإرهابية اليومية وحجج للاحتفالات المستمرة نعم أن هناك إرهاب وخلايا نائمة شاه القرداغي أولا سلام عليكم أستاذ شاه عليكم السلام حياكم الله إذا كنا نتحدث عن قضية نظرة المجتمع إلى الانتخابات ربما في المرحلة السابقة كانت هناك تحديات كبيرة تتعلق بقضية الإرهاب كانت هناك أيضا مقاومة كانت العملية السياسية لا زالت وليدة الآن ربما الظروف ملائمة ومناسبة هل تعتقد أن المجتمع العراقي مستعد لأن يعطي فرصة أخرى للطبقة السياسية ويتوجه إلى انتخابات لينتخب على اعتبار أن الظروف مختلفة الآن تحياتي لذلوك وليذلوك الكرام في الحقيقة نحن إذا نظرنا إلى العملية الديمقراطية هي تغيير الوجوه بطريقة سلمية نحن نرى اليوم التحالفات التي طرحت الآن كلها الوجوه القديمة التي ساهمت في الفساد والسرقة والدمار والفوضى والعنف الذي موجود في العراق وهي نفس الوجوه التي كلما توافقت سرقت وكلما تخلفت فيما بينها نشرت الاغتيالات والتفجير في المدن العراقية وبالتالي المواطن العراقي عندما يرى نفسه اليوم المواطن الذي كان ينعم بالأمان في بيته الآن موجود داخل الخيم وهو نازح في المناطق والمناطق الصحراوية أما المواطن الذي كان ينعم بالراحة والأمان الآن يعني لا يستطيع أن ينعم بالراحة بسبب وجود الاغتيالات بسبب وجود الأعصابات في الشوارع بسبب وجود المفخخات والاختيالات اليوم عاد الاختيالات مرة أخرى بسبب هذه التحالفات الموجودة فيما بينهم في الحقيقة هذه الفترة السابقة هي نتيجة أعمال هذه الطبقة السياسية الحاكمة هم الآن يقولون أن الإنجاز الكبير الذي حققناه هو محاربة الإرهاب والانتصار على الإرهاب طيب الانتصار على الإرهاب الإرهاب نتج عن سياسات هذه الحكومة الذين أداروا الحكومة والنور المالكي بشكل خاص هو الذي تسبب في نشوء الإرهاب والآن يفتخرون أمام الشعب العراقي يقولون من حقنا أن نحكم العراق وندخل البرلمان بحجة أننا أنقذنا المواطني من الإرهاب وهم الذين خلقوه وبالتالي الآن مثل ما يقول موفق الربيع يقول حتى لو سنجر الناس إلى الانتخابات إلى المشاركة في الانتخابات حتى لو كان بالقوة هؤلاء يعلمون أن الناس لم تعد لديهم ثقة في هذه الوجوه على ذكر الوجوه القديمة أو الكيانات أو التيارات القديمة هناك أيضا من التحق بالعملية السياسية هناك تيارات هناك أحزاب هناك كتل هناك أحزاب انخرطت بالعملية السياسية وتنوي الاشتراك في الانتخابات القادمة هل تعتقد أن لها فرصة لإحداث تغيير ماء لتعديل مسار العملية السياسية لإحداث كوة في هذا الجدار في الحقيقة هؤلاء يستطيعون أن يخدعوا المواطن العراقي بسبب الوسائل التي يستخدمونها نموذج بسيط ميليشيا الحجد الشعبي التي تم تأسيسها بفتوى الآن تريد أن تروج نفسها عن طريق استخدام هذه الفتوى تريد أن تخدع المواطن العراقي المسكين الذي لا يدرك حقيقة الأمور كيف تخدعه كيف تخدعه عن طريق دغدغة العواطف دغدغة العواطف للأسف هذه الحكومات التي حكمت خلال الفترة الماضية تعمدت تجهيل المواطن العراقي ونشر الجهل والتخلف لدي المواطن العراقي بالتالي المواطن قد يميل إلى هذه الجماعات المسلحة التي تستخدم ذرع الفتوى تستخدم مبرأة الفتوى المقدسة لتبرير نفسها والدخول إلى البرلمان والحكومة وبالتالي نحن الآن إذا نظرنا إلى الخارطة السياسية لا يوجد أمل لفوز 30 مقعد لكن العبادي قطع وعود على نفسه أن هذه التنظيمات أو حملة السلاح لن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات قال لن يسمح لهم والآن هو يريد أن يتحالف معهم نحن لو نظرنا إلى وعود العبادي نرى أن أغلب الوعود التي قطعها أصبحت كاذبة الآن نرى أن القوة الأبرز هم الحجد الشعبي وهم دخلوا التحالفات وسيكون لهم تحالفات وسيستخدمون البرلمان والحكومة لزيادة نشاطهم العسكري هؤلاء يريدون أن يكرروا النموذج اللبناني كما يفعل حزب الله ولكن هم يقومون بها بشكل أقوى ونحن قد يكون هذا الاختلاف بين العبادي والمالكي اختلاف نظر شكل إيران تقوم بصناعته للترويج لهذه العملية وتسهيل دخول الحجد الشعبي في العملية السياسية وبالتالي بعدها يكون النتيجة هو سيطرة الحجد الشعبي بالكامل عن العملية السياسية شعنا العبادي قطع هذه الوعود ولكن للأسف العبادي لا ينفذ وعوده وعوده وهو إنسان ضعيف أمام هذه الميليشيات وأكبر دليل على أنه ضعيف أن الميليشيات الحجد الشعبي من ناحية القوة أقوى من مؤسسات الدولة التي يفتخر بها العبادي وبالتالي مجبور عن العبادي أن يخضع لهذه الميليشيات أو يتحالف معها في النتيجة الأخيرة نعم أشكرك الأستاذ شاه القرداغي الكاتب بالباحث للسياسية شكرا جزيلا دكتور رافع الفلاحي الآن الشركاء السياسيين استعدوا الانتخابات المقبلة بكيانات سياسية لافتات جديدة أسماء مختلفة بأسماء عابرة للطائفية مدنية ديمقراطية وطنية وما إلى ذلك تغيير الجلود إذا صح كافي لإقناع الناس بتغيير مواقفهم ورأيهم بالعملية السياسية بعد هذه التجربة من تجربة الـ 15 سنة الماضية قال ستقنعهم؟ لا هما بالتأكيد وجدوا أن تغيير الأحزاب أسماء الأحزاب تغيير الواجهات هذا أسهل وأقل كلفة مما أن يطرحوا وأقل عناء مما أن يطرحوا ويتكلف ويطرح برنامج جديد المهم هل سيقنع الناس هذا؟ هذه الكارثة هذه المفارقة الكبيرة لا هناك رفض شعبي كبير لكل هذه الطبقة السياسية لكن عندما يأتي وقت الانتخابات وهذه الحالة تكررت في عام 2014 وعام 2010 الشعب العراقي شعب ذكي وعارف وهو يعيش المأساة لكن الكارثة الكبيرة أنا لا أريد يعني وجد الدذات أنا واحد من الشعب العراقي تحدث عن هذا الموضوع بأسى بألم أن نشاهد الشعب العراقي الذي يدرك تماما أن هؤلاء ما الفائدة يعني يدرك هو عندما يسأل نفسه ما الفائدة من المجيء بنفس الوجوه التي سببت كل الكارثة هذه الوجوه التي سرقت وأفسدت وخربت ودمرت البلاد ولم تقدم شيئا طوال 15 سنة أأتي مرة أخرى لأنتخب هذه الوجوه وكأني أعطي للصياد أعطي للقاتل مشاجب أو أعطيه عتادا جديدا لكي يصطادني لكي يقتلني ما الغاية من هذه القضية هذه مفارقة كبيرة الشعب العراقي يدرك أن هؤلاء هناك رفض شعبي لهؤلاء وهؤلاء فاسدين هؤلاء مخربين غيروطنين تبعية لدول أخرى سياسات العراق خربوا ودمروا طيب لماذا أذهب للمشاركة بالانتخابات سؤال كبير يعني ربما دكتور من اسمعك الآن سأسأل وما البديل العراقين جربوا هناك مقاومة حملة السلاح هناك تظاهرات خرجت وقمعت هناك تظاهرات في الجنوب أيضا سحقت القوى الدولية العالم كله مع هذه الطبقة السياسية في العراق هذه الحالة ليست استثناء وليست استعصاء لو أراد الشعب العراقي أن يخرج عن بكرة أفيه ويدافع عن حقوقه وما يريده ويدافع عن وطنه لا أزاح هؤلاء من زمان هذا ليس لوما للشعب العراقي لكن هذا واقع الحال هذا ليس جلد للذات لكن واقع الحال التظاهرات سلمية غير سلمية الشعب العراقي قادر أن يزيح هؤلاء أما أن يقبل بهذا الذل وهذا الهوان باستمرار لأنه المرجعية الفلانية لأنه الحزب الفلاني لأنه المعرف منه دعاني للانتخابات ولا بديل البديل بيد الشعب البديل مبيضي هذه ما الفائدة طيب إذا جئت بنفس الوجوه نفس الأشكال نفس الإطار السياسي الذي خرب العراق من عام 2003 لحد الآن وعدت تدويره وعدت انتخابه وبدأت أبكي وألوم نفسي وأشتمه وانتقد هذا الإطار ما الفائدة من هذه القضية ألم يخرجوا بتظاهرات كل الشعب العراقي طوال سنوات ينتقدون العملية السياسية وانتقدون هؤلاء السياسة لماذا يعودون بانتخابهم وحتى الوجوه الجديدة التي دخلت هناك تشكيلات جديدة دخلت لماذا دخلت؟ السؤال الكبير لماذا تدخل هذه؟ لحده تغييف العملية السياسية إنجاز شيء هم يعرفون أن هذه العملية السياسية وهذه الانتخابات عصص موزعة من البداية والإطار الحاكم للعراق بالعملية السياسية هو إطار محاصصي هذه معروفة لكل كتلة لكل تكوين حصصة ومقاعدة محددة ولا يمكن اللعب بها هذه القضية وهذه التحالفات كلها لزيادة هذه المساحات ولزيادة أعداد الكراسي هم يعرفون هذه القضية لماذا دخلوا؟ دخلوا إما أن يكون هناك قناعة لديهم أن هؤلاء الذين حكموا العراق من 2003 لحد الآن قد حققوا شيئا ناجحا للعراق قد قدموا خدماتا للعراق ولذلك هم جاءوا معهم ليساهموا في تطوير العراق ولمساعدتهم إكمال مسيرة النجاح هذه واحدة أو أنهم يعني جزء من هذا الفساد وجزء من هذا الخراب ووجدوا أنفسهم متخلفين عن النهب والخراب والدمار وذاهبين لكي يساهموا في هذا وهذا الصحيح عندما تدخل في العملية السياسية بنفس الأطر نفس اللعبة نفس الإطار الحاكم أنت ذاهب إلى النار وتجربة من اتعى خلال 14 سنة الماضية تشهي بهذا الاتجاه وكثير من قالوا في عام 2010 سمعنا هذا في عام 2006 سمعنا هذا 2005 قالوا ندخل للانتخابات لكي نغير ما الذي فعلوه؟ كانوا أكثر خرابا على العراقين وأكثر سوءا على العراقين ممن سبقهم وهكذا العملية بهذه الشكل هذه مفارقة كبيرة والشعب العراقي يتحمل نتيجتها أولا وأخيرا لأنه هو من سيدفع الثمن نعم نتحول الآن إلى لندن وضيفنا من هناك عبر الاسكايب الكاتب السياسي الأستاذ فاروق يوسف مساء الخير أستاذ فاروق مساء الخير نتحدث عن نظرة أو رأي الرأي العام في العراق المجتمع العراقي عموما إلى الانتخابات الانتخابات عموما بعد تجربة 14 سنة مع هذه الانتخابات وللطبقة السياسية أيضا وهناك انتخابات برلمانية هل لا زال الشعب العراقي مقتنع أو حتى على مضض بجدوى المشاركة بهذه الانتخابات لإحداث تغيير ما وانتشال من هذه الهوة السحيقة التي وضع فيها منذ عام 2003 أولاً أعتذر عن عدم وصولي بسبب مواصلات مشكلة بالمواصلات بالحقيقة أنا ما سمعت اللي تفضلوا بيه الضيوف نعم لكن الجملة الأخيرة سمعت الجملة الأخيرة وهي أعتقد خلاصة لما يمكن أن نهتدي له ونتوصل له من وجه التظري يعني جزء وجه التظري متطرفة إلى حد ما أو مبالغ بيه نعم لكن أجدها واقعية أنا أعتقد اللا ضرورة لهذه الانتخابات لماذا؟ الانتخابات من حيث البعنة نعم هي محاولة ديمقراطية لتبادل السلطة وسيلة ديمقراطية لتبادل السلطة نعم لتداول السلطة نعم لكن أي تداول هذا أطلع السنة حزب الدعوة يحكم وطبعاً يحكم من غير مشروع على الإطلاق إلا إذا اعتبرنا مشاريع السلبية وما حدث للبلد أثناء حكم عزب الدعوة هذه مشاريع يعني إذا لم يفز حزب الدعوة بهذه الانتخابات فالحصة الكبرى من كراسي البرلمان ستذهب إلى التحالف والتحالف والغطاء خلينا قاطعك في هذا النقطة أستاذ فاروق لكن الذي الجاري وكما يقول حتى حزب الدعوة أنه ليس هو الحاكم في العراق هناك ائتلاف حكومي هناك مشاركة من عدة تيارات أو اتجاهات أو اثنيات أو حساسيات ثقافية حزب الدعوة لا ينفرد بالحكم في السلطة هذا كلام نظري نعم هذا هذا حسب التجربة وحسب خبرة السنوات العصيبة المريرة المربيها العراق هذا يعتبر كلام نظري بالحقيقة احنا شفنا اللي حدث للمدن ذات الغالبية السلية والذي يحدث الآن للأكراد لا خيار أمام العراق في مسألة الحكم مشكلة الحكم لا تزال قائمة لكن هي تتعلق بالتحالف الوطني وتتعلق بالضبط بحزب الدعوة لا يعني صحيح نظام المحاصصة هذا هو نظام غرائبي وغريب وفريد بالنوع بالعالم يعني إلا إذا اعتبرنا لبنان نموذج وهو نموذج فاشل يعني النموذج أساسي للدولة الفاشلة نعم ونموذج النموذج اللبناني هو عبارة عن حرض أهلية مغطات مزينة بالحوار السياسي إلا إذا اعتبرنا هذا النموذج أمامنا فيمكن لكن التجربة العراقية الآن نحن في 2018 نعم من 2003 إلى حتى هذه اللحظة لم يحدث شيء لا 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 على مستوى المحاصصة لو ذهبنا إلى نظام المحاصصة خليني أنقل أيضا خليني أنقل رأي السلطة أو القوى المشاركة في العملية السياسية أن الظروف الآن مؤاتية منذ عام 2003 إلى اليوم التحول الديمقراطي العملية السياسية جابهتها تحديات كثيرة كان هناك مقاومة كان هناك إرهاب كان هناك أيضا تدخلات من قوى إقليمية الكثير من المشاكل وتجربة وليدة الآن بعد 15 سنة هذا التحول الديمقراطي ترسخت أقدامه انتهى من المشكلة أو التحدي الأكبر وهو قضية الإرهاب الآن وكأنه يتحدث بلغة أكثر ثقة فلذلك وعد بالتغيير ربما يستند إلى أرضية الآن صلبة في أن ينجز شيء في قضية التغيير في قضية الإصلاح السياسي يا أخي أكثر من مرة والعراقيون يعبرون عن أدمهم لأن أعطوا أصواتهم لبل لا يستحقها نعم وكثير منهم مذكرين فكروا بقطع الأصابع البنفسجية لأنها ستؤدي الآن ما الذي ننتظره من الانتخابات أصلا هي نتائج معروفة بالأساس محسومة نفس الأحزاب من يحسمها من حسمها أصحاب السلطة أهل الحكوم حسموها لا يوجد هل توجد معارضة في العراق على الإطلاق أنت تعتبر أن الأحزاب التي تسمي نفسها ممثلة لما يسمى بين قوسين مكون السني وهو تسمي يعني شنيعة هل تعتقد أنها معارضة يعني أبدا على الإطلاق ما الذي فعلته هذه الأحزاب أثناء إخماد التمرد السني الذي انتهى بتسليم المناطق السنية كلها لدعش وكان عقاب هائل عقاب يعني فريد من نوع بالتاريخ نعم ما الذي فعله النواب السنة انسحبوا من البرلمان أبدا على الإطلاق لم يستقل ولا نائب واحد نعم يعني لم يهتز ضمير أحد لما حدث من جرائم وما حدث من جازر أشكرك قتلوا ولم يتكلم ولم يتكلم أحد نيابة عن عنهم أو دفاعا عن حقهم بالحياة نعم نعم وقتل طبعا وقتل مثلهم يعني 15 في الفلوجة وقتل أيضا حوالي 60 في جامع سارية في ديالة وفي الموصل نتوقف عنده طبعا هذا الفاصل يتحدث عن التحالفات فرص أو نجاح التحالفات الجديدة التي التحقت بالعملية السياسية وتريد أن تشترك في الانتخابات المقبلة وفرصة في إحداث تغيير بعد هذا الفاصل سنكمل النقاش مع ضيوف الطاولة مشاهدي قناة رافضين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي السهيسات وعلى التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي ناجسات على التردد 1283 عفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في نظرة المجتمع العراقي إلى الانتخابات البرلمانية ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي وعبد الحميد العاني ومعنا عبر السكايب الكاتب السياسي فاروق يوسف دكتور عبد الحميد العاني الكثير من الكتل الجديدة والتيارات التحقت بالعملية السياسية وتريد أن تشترك فيه الانتخابات القادمة بعناوين مدنية بعيدة عن الطائفية عن المذهبية عن كل تسميات المرحلة السابقة ولافتاتها المذهبية أو العرقية أو القومية هل هذا مؤشر للتفاعل أن هذه الدماء الجديدة الكتل الجديدة ستحدث تغيير ما في مسار العملية السياسية تغير على الأقل تغير يعني كل مجريات هذه المرحلة العملية بمفاصلها السابقة لا نرى هناك أي تغيير لا من حيث المظهر ولا الجوهر فمن حيث المظهر نرى في كل مرحلة من المراحل هناك إعلام هناك شعارات ترفع هناك حتى الشعارات بالمناسبة الوطنية والعابرة للطائفية وغيرها هذه رفعت في كل مراحل الانتخابات السابقة أما ولكن بعد ذلك حقيقة أمرهم هو كلها تحالفات هي من أجل طائفية وترسيخها لأن العملية أساسا هي قامت على المحاصصة الطائفية فهي ركن ركين من أركانها ولا يمكن هذا خط أحمر المحاصصة الطائفية خط أحمر إذا زالت المحاصصة سيفشل المشروع سيضع سياسي هذه التحالفات أو التكاتلات ستذعن إلى نفس قواعد اللعبة لابد لأن هذه قواعد هذا قالب وهذا القالب لا يمكن أن يتجاوزوه لأنه مثل ما قلت هي خط أحمر وكل المنتجات التي حدثت هي إنما هي مضاعفات لمجلس الحكم مجلس الحكم الذي تم تعيينه فرضه من قبل الاحتلال أمريكي بريامر كل المخرجات الأخرى التي حدثت بعد ذلك هي مضاعفات لهذا المجلس مجلس الحكم أما ما تسمى بالوجوه الجديدة فهي لا تعدو لا تغدو عن مجرد مقاول ثانوي كأي عملية من عمليات المقاولات أو الإعمار أو غيرها العمل يعني الاقتصادي وغيره فهؤلاء الوجوه حينما ينضم هذا الوجه الجديد أو الاسم الجديد إنما هو يكون خاضعا للكتلة هذه الكبيرة التي تحالف معها أو اتلف معها أو بدأ يعمل معها مجبرا كان أو مختارا لأنه لا بد أن يكون خاضعا لهذه القوانين التي تسير هذه العملية وبالتالي يكون أداؤه محصورا بهذه القوانين ولا يستطيع أن يخرج عنها ومن أراد أن يخرج يعني نحن شهدنا لا نقول أن الجميع كلهم على قلب واحد ونية واحدة ونحن لا نتحدث عن النوايا بالمناسبة وإنما نتحدث عن الناتج عن العمل عما يخرج وعن هذا الإنسان وما يظهر منه فرأينا حتى من رفع صوته ربما بجدية في داخل البرلمان أو خارجه من أعضاء هذه العملية السياسية يتم تصفيته إما تصفيته بالقتل وإما تصفيته بالتهم الجاهزة تصفية سياسية ويخرج منها مجبرا ويخرج من هذه العملية جملة وتفصيلة وبالتالي إذن هذه الوجوه الجديدة هل استطاعت الوجوه الجديدة السابقة أن تحدث تغييرا لم يحدث أي تغيير لأن كما قلت قبل قليل إنما هي مضاعفات ومثل ما ذكر الأستاذ فاروق قبل قليل الوجوه هي ذاتها من مجلس الحكم نعم بل حتى قبل مجلس الحكم المناسبة حتى من ما يسمى كان المؤتمرات لندن مؤتمرات ما يسمى بالمعارضة العراقية هي كلها مضاعفات لهذه الوجوه وتجديد لها فقط وإنما فقط إضافة بعض المساعدين إليهم ربما المساعد يتغير لكنه أركان هذه العملية لم يتغيروا والمحاصصات ثابتة والمقاعد محددة ومحصورة ومعينة سلفا وهذا ما تفافقت عليه هذه الكتل وتحدثنا ربما في حلقات سابقة عن مثل هذا الأمر نعم دكتور رافع من قبل بشروط اللعبة بقواعدها هل يتوقع نجاحا في إحداث التغيير كما يعد ناخبيه أن الدماء جديدة أن عنوين جديدة أن الشعارات جديدة أن أهداف جديدة وهو بالأساس قبل بقواعد وشروط اللعبة يخدع من؟ يعني يخدع من؟ يخدع نفسه أم يخدع الرأي العام الذي يخاطبه والذي يتوجه إليه لاحظ هناك يعني حقيقة يجب أن نعترف بها ربما تسألني قبل الإجابة عن هذا ربما تسألني يعني هل أنتم لوحدكم أنا مثلا والدكتور عبد الحميد وضيوفك الآخرين نعترض على هذه الانتخابات لا توجد دول في العالم لا توجد مؤسسات تعترض على هذه الانتخابات الرأي العام العالمي والقليمي مؤيد لهذه الانتخابات لماذا؟ نعم مؤيد نعم هذا واقع الحال الحقيقة يجب أن نقول أن هناك قرارا أمريكيا دولة التي احتلت العراق وجاءت بهذا النموذج نموذج القراب ونموذجة الاحتلال لديها قرار ثابت في استمرار العملية السياسية بأي ثمن؟ بأي ثمن؟ واستمرار العملية السياسية بهذا بهذا الإطار المتفق عليه من مؤتمر لندن عندما تحدث الدكتور عبد الحميد بالقرار الذي اتفق عليه من البداية بكل الشخص بكل التقسيمات بكل المقاعد بكل الشكل وبكل هذه الانتخابات بكل هذه صورة الانتخابات لعبة الانتخابات تمثيلية الانتخابات هذا القرار الأمريكي هذا القرار الأمريكي يجد هوا وموافقة إيرانية إيران الآن قوة إقليمية مسيطرة منطقة شئنا ما بينه هذه واقع الحال لأن القرار الأمريكي توافق مع الهوى الإيراني مع المصالح الإيرانية مع المشروع الإيراني في العراق الأحزاب والقوى التي مسيطرة على العراق هواها وتبعيتها إيرانية واستمرار هذه القوى والأحزاب على هذه المقاعد بالعملية السياسية والعملية السياسية فيها قرار أمريكي أن تستمر فلذلك هناك توافق كل هذه الدول العصى الأمريكية والتوافق الإيراني يجبر كل هذه القوى على تأيد هذه العملية رغم معرفة كل هذه الدول وكل المنظمات تعرف بحقيقة أن هذه كذبة كبيرة وخراب كبير وما نقوله اليوم في دوائرهم الخاصة في مجالسهم الخاصة يقولون هو هذا الحقيقة الذي يقولونه هؤلاء الناس هو هذا الواقع لأن العراق من عام 2003 لحد الآن من فساد إلى فساد لا يمكن أن انتقال من مرحلة إلى أخرى مرحلة تغير أن تبيعه الانتخابات الغرض منها أن تغير أن تأتي بشيء جديد لا يمكن أن لم تكن هناك عدالة والعدالة تعني أن نحاسب كل الذين خربوا العراق من الذين أفسدوا الذين سرقوا المال الذين قتلوا الذين أجروا الذين شعوا الطائفية الذين أوصلوا البلاد إلى مطيئة لإيران وغير إيران الذين تركوا سيادة العراق وخارتة السياسية يعبث بها بهذا الشكل الذين دفع تسامحوا مع الإرهاب ووصل الإرهاب إلى كل المدن هذه كلها جزء من العدالة كيف يمكن تحقيق ذلك والذهاب إلى الانتخابات أنت ليس لديك عدالة هناك عدالة المستوى الشخصي مفقودة على المستوى العام بالمجتمع المفقودة هناك إعدامات هناك اعتقالات هناك تهجير هناك خراب هناك فسل هذا كل جزء من العدالة المفقودة كيف تقنعني أن عدالة المفقودة وتريد أن تأتي بانتخابات تحقق لك أحلامك بنفس القوى ونفس الوجوه التي أفسدت وخربت وسرقت وقتلت وجعلت العراق مطيئة للآخرين هذه هي الحقيقة المرة التي نحن نواجهها في العراق وهذه التي يجب أن يعيها الشعب العراقي هو يعيها جيدا وعليه أن يتحرك بالضد من هذه العربات هذه نقطة مهمة نسأل عنها ضيفنا في لندن أستاذ فاروق يوسف واضح أن هناك سخط وغضب شعبي وإحباط كبير تجاه العملية السياسية وقواها بشكل لم تواجه خلال 14 سنة ممكن أن يتبلور إلى فعل سياسي مناهض لهذا المشروع للمضي بعملية تغيير حقيقية لأن العملية السياسية استنفذت كل وقتها أخذت وقت كافي وليس ثمت إنجاز يمكن أن يؤسس عليه يبنى عليه ممكن أن نذهب إلى فعل سياسي ما؟ أخوناك طبعا قوة تنادي وهي الحقيقة قوة انتهازية ومنافقة تنادي بالتغيير من خلال الانتخابات أنه تدعو الشعب إلى المشاركة في الانتخابات من أجل إحداث تغيير أن يكون موقف الشعب إيجابي وليس سلبياً بالحقيقة يعني أنت نحن نعود للقوائد والأخوة رجعوا لقوائد كثير مهمة بالموضوع المحلي لكن القائدة النظرية أنه هذه الانتخابات ظاهرة ديمقراطية هل علينا المصدق أن حزب الدعوة أو الأخوان المسلمين أو الميليشيات الميليشيات العشابية التي ستشارك بالانتخابات من خلال مرشحيها هي قوى ديمقراطية بالحقيقة المقصود بهذه الانتخابات والانتخابات السابقة إضفاء نوع من الشرعية على وضع قائم هذا من أجل من أجل أرضاء كما قال الأخوة من أجل أرضاء الأجندة الأمريكية من أجل أرضاء الجانب الأمريكي أنه نحن بلد ديمقراطي ولدينا انتخابات والشعب هو مصدر السلطة ونحن نحقق إرادة الشعب وهذه كلها من أجل تكريس الوضع القائم الوضع القائم كما نعرف أدى إلى أن يكون العراق يتسلق العراق سلم الفساد ليصل إلى المرتبة الأولى هذا واحد اثنين العراق شهد مذابح طائفية ولا يزال مهدد من المذابح الطائفية تعضل الحرب على داعش والحرب على الإرهاب ونحن نرى ما حدث فهذا تكريس الوضع القائم من خلال الانتخابات هناك نقطة مهمة وأساسية لو رجعنا للشعب العراقي هل هو شعب ديمقراطي؟ هل الشعب العراقي فائلاً فائلاً يحلم بالديمقراطية؟ هل مشكلته الوحيدة الآن الديمقراطية وإحلال الديمقراطية وأساليبها وسبلها؟ هناك مشكلات كبيرة بالإرهاب ينبغي أن نقف أمامهم الفقر، الجهل، الفقر، الجهل، البيئة التحتية، المشردين، النازحين عندك ملايين نازحين وإنت تسوي انتخابات على أي أساس؟ أين الأنظمة الدولية التي تسمح لك بينكم؟ بعدين أكون مسألة كثير مهمة أنا أجرينا دورتين انتخابيتين في ظل الاحتلال الدورة الثالثة هي تتمة للدورتين الأولتين فهل المشاركين امتلكوا شرعية فجأة بعد ذهاب المحتل الأخير من دعش بعد خروج المحتل اكتسب نفس الشخصيات اكتسبت شرعية فهذه مشكلات أساسية بالله أعتقد التغيير صعب، مو صعب، التغيير مستحيل التغيير ينبغي أن يكون ضمن مشروع سياسي أي من قوى المشاركة في الانتخابات تملك مشروعا سياسيا إذا كان هناك مشروع سياسي لماذا لم نسمع به؟ أما الحديث عن التكتلات العابرة للطائفية هذا حديث مضحك لأن نفسهم الطائفين إذا أرادوا يشكلوا تحالفاته فيما به هذا ما هو جاري في الإرام شكرا فهو معامل للطائفية يعني ممثل السنة يجتمع مع ممثل الشيعة هو ممثل الأكرادو يسوون تعالف نعم تخلّوا عن طائفيته أو تخلّوا عن الأرقية والعنصرية أبدا نظام المحاصصة نفسه جمعت ابتكتل واحد يصير أخطر الموضوع خليهم مفترقين أفضل أشكرك الكاتب السياسي فاروق يوسف كنت معنا باللندن شكرا جزيلا على هذه المشاركة الدكتور عبد الحميد العاني ما الذي يعكس أن تضطر السلطة لإجبار الناس وجرهم إلى المشاركة في الانتخابات عبر تهديدهم بحجب البطاقة التموينية بإجبار الناس على العودة إلى الخرائب والركام في المناطق التي تم استعادتها بدون تأهيلها أو مساعدتهم على تأهيل بيوتاتهم ومنازلهم ما الذي يعكس هذا؟ استمرار العملية السياسية هي غاية مقدسة عند الاحتلال الأمريكي وأذنى به وبالتالي الانتخابات ما هي إلا صورة شكرية لإعظفاء شرعية على هذه الاستمرارية فيريدون أن يقولوا أن هذه المدن قد عاد إليها ساكنوها وبالتالي الانتخابات أو الأرضية هي جاهزة للانتخابات والمشاركة الشعبية كثيرة وبالتالي ناجحة ومن هنا يبررون للنتائج التي هي ستكون ذات النتائج للمقدمات السابقة المقدمات إذا تكررت ستتكرر النتائج بالتأكيد ذاتها وربما نحن ما نقوله الآن من صورة متشائمة لا ليس من عندنا وإنما هذا ما يقوله الشارع العراقي وما يقوله أن هم المشاركون أنفسهم بهذه العملية السياسية للأسف إذن في اختام هذه الحلقة التي بحثت في نظرة أو موقف الرأي العام في العراق تجاه الانتخابات التشريعية خاصة الانتخابات القادمة في ظل هذا الوضع القائم لم يبقى لدينا إلا أن نشكر ضيوفنا الذين شاركونا النقاش وهم كلهم من الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإلامفية علماء المسلمين وكان معنا من لندن عبر سكايب الكاتب السياسي فاروق يوسف ومعنا أيضا عبر الهاتف الباحث السياسي شاهو القرداغي بعد الفاصل نتوقف مع دكتور رافع الفلاحي ليرفودنا بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة إلى الدكتور ثمة من يرى أنه الشعب العراقي سيجد نفسه أمام عملية أو حكومة وبرلمان أيضا طائفي وضعيف إذا ما أيضا توجه إلى الانتخابات ولم يتغير شيء هل هي نظرة تشاؤمية أكثر من اللازم؟ لا بالتأكيد الوضع الآن أخطر ربما سيجدون لم يفعل الشعب العراقي شيئا يوقف هذه المهزلة هذه المسرحية المتكررة لم يوقفها سيجدون العراق مقسما بين نفوذ الميليشيات الآن مرحلة تقاسم العراق لنفوذ الميليشيات وما تدخره كل هذه الميليشيات من قوة وأجندات إيرانية العراق سيقسم بهذا الاتجاه الآن كل اللعب باتجاه تسليم العراق لقوة الميليشيات الميليشيات يجب أن تحكم أن تكون بالواجهة حكمت طوال هذه السنوات من خلف واجهات الآن هذه الانتخابات ستتيح لهذه الميليشيات أن تكون في الصف الأمامي تحكم باسمها وبشكل علني وعندها سيكون العراق مقسم لنفوذ هذه لمساحات نفوذ كل ميليشية من هذه الميليشيات وبالتالي لما تدخره من قوة وأجندات وعتاد وأسلحة ومواقف إيرانية هل دكتور العراق والشعب العراقي أمام لحظة جمود أو استعصاء تاريخي غير قادر على الخروج من هذه الشرنقة من هذا النفق وكأنه وضع في هذا النفق إما الموت وإما القبول به أنا لا أعتقد بهذا الشكل الآن يعني العراق كله هو عندنا مفترق طرق تجرب الشعب العراقي كما ستجرب المقاومة المسلحة ويبقى رهينة لهذه القوى وهذه الميليشيات وهذه الأحزاب وهذا الفساد وهذا الخراب هذه كارثة كبيرة أنا لا أعتقد أن الشعب العراقي سيظل خاضعا لهذه القوى وهذا الموت بعينه وهذا الموت بعينه أشكرك شكرا جزيلا نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادر شكرا دكتور